النهاردة الولايات المتحدة الامريكية والسفارة الامريكية في العاصمة دي سبابة قالت انه على مواطنين في اثيوبيا المغادرة فورا لان الوضع بات خطير الوضع بات خطير فورية الانسحاب يبقى الولايات المتحدة عندها معلومات او عندها اخبار ان الوضع بيتفاقن سوءا في اثيوبيا وده ليه كلمة دير ديراسيون اللي هو رئيس اقليم التجري وبيقول انه احنا بننتصر بنحقق انتصارات ابي احمد مهزوم 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 واديسة بابا بين ايدينا واحنا بنعمل تيكتيكات واضحة واحنا شايفين الدول اللي بتساعد هو بيقول وسماهم بالمناسبة دولتين اقليميتين كبار بيساعدوا نظام ابي احمد زي ما بيقول رئيس اقليم التجري ايضا التجري النهاردة المتحدث باسم الجابهة جابهة التجري جيتاشو قال انه سحقنا العدو وابي احمد لن يصل لقواتنا واستطعنا السيطرة على مناطق جديدة في مدينة ديسي الواقعة في وسط اثيوبيا على تقاطع الطرق الرئيسية الرابطة بين العاصمة اديسة بابا بعضها وبعض ده كلام جيتاشو رضا النهاردة الولايات المتحدة الامريكية سمالة رويترز ومعها خمس دول بتحث اثيوبيا على وقف الاحتجاز غير القانوني ست دول من بينها الولايات المتحدة النهاردة اعلنت عن قلقها العميق بشأن تقاريد تفيد بان اثيوبيا تحتاجز اعدادا كبيرة من المواطنين الاثيوبيين على اساس عرقي والبيانة الصادر من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا قال انه بيتم النهاردة القبض على الافراد واحتجازهم دون توجيه اتهامات او جلس الاستماع فقط نظرا لانتهاكات عرقية وقالوا انه يجب ان تتوقف هذا ومعهم استراليا والدنمارك وهولندا هي للدول اللي حاسد اثيوبيا على ضرورة احترام الاخر النهاردة اعتقد ان الوضع في اثيوبيا بيزداد سوء وبيزداد خطورة لكن اعتقد ان الوضع لا يسعد احد سواء ما يجري في اثيوبيا في الشمال او ما يجري في عفار او ما يجري في اقليم امهارة لا يسعد احدا على الاطلاق شعب في 104 او 105 مليون عايز يأكل وعايز يشرب عايز يعيش عايز تنمية عايز شغل عايز فرص عمل عايز 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 وفجأة بيدخل في هذه الحرب واستراء على السلطة بين هؤلاء المتناحرين خليني بس الوضع قدام حضراتكم اهو سريعا في اثيوبيا دلوقتي ده الخريطة الان تيجريه فوق قدامكم ومكيلة عاصمة التيجريه دي المنطقة اللي مسيطرة عليها التيجريه حتى الان دي مناطق سيطرت عليها اقليم التيجريه ده تقريبا نصف اثيوبيا او اكتر من نصف اثيوبيا الاديسة بابا تحت فين اديسة بابا تحت هنا في هذه المنطقة اعتقد انه المسافة حوالي مية وكم سبعمائة كيلو وعشرين داخل زي جمهورت الحضراتكم دي منطقة قروميا اللي فيها اديسة بابا قدام حضراتكم ودي الصومال السيوبي خليني بس اقول لحضراتكم اهو هنا دي اديسة بابا يبقى الحدود عشان احضر لكم بس تاخدوا بالكو انه الدايرة دي دي اديسة بابا قدام حضراتكم اهيه القوات التيجريه وصلة اهيه يعني شايفين المسافة اديه شايفين المسافة اديه لو احنا عملنا خط طولي اديه وخط ضعارط اديه يبقى كل المساحات دي مساحات جابهة تيجريه معها المتحالفين معها من جابهة تحرق ارومو قابا خوسين او ادنى يصلوا من قديسة بابا العاصمة اهي كانت مندرية ما كنت شايفة اجمالا يعني ان الولايات المتحدة الامريكية تقول وجابوا قوات تقريبا في هذه المنطقة لمحاولة اجلاء الرعاية لو حدث مشكلة كبيرة جدا الوضع في اسيوبا في حالة غموض في حالة من حالات الضبابية خلينا